فجر مسلح حركة الشباب بالصومال سيارتين ملغومتين فقتلوا ما لا يقل عن 19 شخصا كما سويت عدة منازل بالأرض في منطقة هيران بوسط البلاد وقال محمد معلم آدم قائد مجموعة مسلحة محلية مرتبطة بالقوات الحكومية في محاس البدى التي وقع فيها الهجوم إن 19 شخصا بينهم عناصر في القوات الأمنية ومدنيون قتلوا في التفجيرين وطردت القوات الحكومية ومثلح القبائل المتحالفة معها مقاتلي الحركة من هيران العام الماضي لكنهم واصلوا هجماتهم وأعلن المكتب الأعلامي لحركة الشباب في بيان مسؤولية الحركة عن الهجومين قائلا إنهما استهدفا ميليشيات وجنود حكوميين وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حربا شاملة ضد حركة الشباب التي تخوض منذ 15 عاما تمردا داميا ضد الحكومة الفيدرالية المدعومة دوليا ترجمة نانسي قنقر